بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوط رحمة للعالمين على آله وصحابته أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في السماوات والأراضين أحبابي الكرام أيها الأفاضل الأعزاء أيها الطلاب أيها الطالبات الشيخ محمد أبو حور المغربي صاحب قناة الرائدة في الروحانيات يقدم لكم ضروسا فائقة ضروسا صحيحة هدية مني إليكم توقفنا في الدرس السابق على القسم الأول الذي قسم به الله عز وجل الإنسان قلنا بأن الإنسان مقسم إلى أربعة أقصام فالقسم الأول مبدأه الرأس وما حوله سبعة أحروف له سبعة أحروف وهي الحروف النارية هي أهطم فسد وكل حرف له منزلة تعرف به القسم الأول مبدأه من الرأس وما حوله من عيون وأذنان وأنف وشعر وضق وثم ولسان كل ما في الرأس وما حوله إلى العنق مرتبط بالحروف النارية لذلك العقل هو ناري ناري الرأس لا يتغدى إلا من الهواء من الأكسجين ومن زيت الزيتون خذوا من هذه الفائدة العقل لذلك كان شيوخنا المغاربة رحمهم الله يذهنون رؤوسهم بالزيت الزيتون بزيت العود تبركا به ولأنه كانوا يقولون هو غداء المخ هو غداء الرأس يتغدى لا يأخذ من الطعام إلا الزيت والأكسجين والقسم الثاني من رأس الإنسان الأوداج اللي هي الأوداج إلى رأس الفؤاد إلى رأس الفؤاد وما بينهما له كذلك سبعة أحرف هوائية له الحروف الهوائية لذلك نجد الصدر فيه الرئتان مملوء بالهواء إذا حبسنا عنه الهواء يموت الإنسان يذهب إلى حال سبيله كل حرف من هؤلاء الحروف الهوائية الخاصة من الأوداج إلى الفؤاد له منزلة يعرف بها والقسم الثالث من رأس الفؤاد إلى رأس الذكر القلم القلم للنكاح أو الفرش من رأس الفؤاد إلى رأس الذكر تبهوا جيدا وما بينهما وله الحروف الماوية لذلك يخرج الماء البول والماني وكل شيء فيه ماء مجموع كذلك فيه الماء الحي يهو الماني الذي سنسأل عنه أين ذهب الماني ستحاسب عليه غدا يوم القيامة يا هذا ويا هاته منيك منيك في الأرحام يصب يخرج منه العبد يجب أن يكون صالحا مؤمنا تكون نطفة طيبة صالحا قلت من رأس الفؤاد إلى رأس الذكر وما بينهما له كذلك السبعة أحرف ماوية وكل حرف من هؤلاء الحروف له منزلة يعرف بها والقسم الرابع والأخير من الماعذة إلى القدمين من الماعذة إلى القدمين وما بينهما له كذلك سبعة أحرف ترابية وكل حرف منها له منزلة تعرف به لذلك نجد الأقدام دائما تطعوب التراب ودائما موجودة فوق الأرض فوق التراب ولتعلم ولتعلم أيها ولدي أن عالم الملائكة العلوية والطور الهوائية جميعهم تحت تسخير الحروف الهوائية والملوك الجانبية تحت تسخير الحروف النارية والحيوانات المائية تحت تسخير الحروف المائية والحيوانات الأرضية مثل السبع والضبع والنمر والذيب والحية والعقرب والحيوان والدواب جميعهم تحت تسخير الحروف الترابية بمصادقة الموجودة في الحيوان بعضها لبعض بعضها لبعض طبعا ولكن الظاهر بينهما الظاهر بين هؤلاء كما قلت لكم وهو العداوة وكان الواجب أن يكون مصادقة بينهم أو لا فهذا بخلاف الطبع لأن الجميع جميعهم جنس واحد وهو الحيوانية جنس الحيوانية وذلك اختلاف وذلك اختلاف استيلاء بعضهم على بعض لأن الحروف النارية تصادق الحروف الهوائية صديقة الحروف الهوائية والحروف الماوية تصادق الحروف الترابية وبالعكس فالحروف النارية تعادل الحروف الماوية والهوائية تعادل الترابية وبالعكس فالعداوة الواقعة بين الحيوان والمصادقة من هذه الجهة فمن يمهر في هذا المعاني فمن منكم أيها الطلاب يمهر في هذه المعاني هذه الدروس وأشرف على هذا النظام ودخل من باب هذا العلم مدخل العلم من أبوابه وعلى هذه الرموز نال في هذه الدرر أوفى نصيب واستبعد البعيد وأقرب وقرب القريب فطارة يصير إنسانا بالقوة وطارة يصير ملكا بالفعل طارة يصير إنسانا بالقوة وطارة يصير ملكا بالفعل لأن الملائكة لها حواس عظيمة عالية كذلك من خلق الله فإن أنت كنت عالي القمة تصبح منهم بإذن الله وفي الدرس المقبل بحوله وقوته إن شاء الله سنتطرق إلى مطابقة الحروف بالملائكة والجان والمعدن والنبات والحيوان والآن والآن نرجع بحضراتكم أيها الطلاب الكرام إلى درسنا الموعود ألا وهو تصريف اللعين إبليس اللعين أبو مرة لها منظومة هذه إذا كنت ضا فقر بغير نفقة وكنت في الزمان في غاية الفقر فبادر وتأمل إني أفيدك عن خدمة اللعين إبليس عن عجل واتلو أبا مر في كل يوم وليلة على عدد القاف يأتيك بغتة وابدأ بخدمته في يوم سبتك إلى سبعة أيام ترى ما يصرك فيخدمك اللعين في كل ما تريده من جلب وتبديل وتقصيص وتنزيل الأموال وكل ما تريده سأعيد إذا كنت ذا فقر بغير نفقة ما عندك نفقة فقير تشتاكي للناس وكنت في الزمان في غاية الفقر فبادر وتأمل إني أفيدك عن خدمة اللعين إبليس عن عجل واتلو أبا مر أبا مر أبا مر في كل يوم وليلة على عدد القاف القاف بعدد مئة يعني مئة مرة يأتيك بغتة وابدأ بخدمته في يوم سبتك سبت أول من الشهر إلى سبعة أيام ترى ما يصرك فيخدمك اللعين في كل ما تريد في كل شيء من جلب وتبديل ومحبة وتشتيت وتفريق وعطف أي شيء أحببته يخدمك فيه اللعين إبليس فللتقصيص فللتقصيص مثلا تقصيص 13 شخصا وصرهم في خرقة كتان في التوب من كتان هذه الخرقة في كتان برنوس أسوأ سود سوداء في خرقة سوداء في خرقة كتان برنوس سوداء وبخر تحتهم بروت الحمار الدغمومي نحن عندنا هنا الحمار الدغمومي الروت دياله البعار دياله ذاك الروت ديال الدغمومي له خطير في البخور بروث الحمار الدغمومي وأصحاب البادية وجل المغاربة والطلب حفظهم لا يعرفون الحمار الدغمومي وروته والبعض لا يعرفه فاجتهدوا وابحثوا عن الحمار الدغمومي أو اشتروا واكتب في كل مقصص حرفا من حروف الطلسم الثلاثة عشر سأعطيكم هذا الطلسم كل مقصص تقصص ثلاثة عشر ورقة كل ورقة تكتب في حرف من الحروف الطلسم الآتي ثلاثة عشر فإن الأشخاص يتبدلون حقا يتبدلون نقود وإذا أردت العطف والمحبة والمودة القاطعة اكتب الطلسم على ثلاثة أحجار من الكبريت الأصفر والثلاثة قطعة دي الكبريت الأصفر سواء كان رجل أو امرأة واكتب عليه الطلسم بكامله وتحرقه كل ليلة واحد ترى الإجابة سريعة وعلم أن خدمة اللعين تغنيك عن جميع الأسماء وهذه هي العزيمة أين أبو مرة قطب العصاة وغوتهم إمام ولات الجور في أي ما قطري سألتك أن ترى بالمرام وبالذي نؤمل من حب وبالصرف من خيري توكل يا إبليس بخدمتي بحق الذي خلقك من نار السموم ووعدك إلى يوم الوقت المعلوم أجب يا إبليس يا أبا مرة وفعل كذا وكذا بحق طفيال طفيال كميال كميال دنيال دنيال هيل هيل إيل كهيش كهيش فهيش فهيش أجب بحق الشامخ القوي دي البطش الشديد الواحل واحل عجل عجل الساعة الساعة بارك الله فيك وعلي والطلص هو هذا فيه 13 حرفة ثلاثة عين 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 جيم 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 ثلاثة جيم ست واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ألف والكاف معكوسة هكذا حال وتجعل هذا الخاتم هاروت وماروت ياجوج وماجوج في مصطرف خرق وتكتب العزمة أين أبو مر قطب العصات وغوتهم إمام ولاة الجور في في أي ما قدري سألتك سألتك هذا سألتك أن ترى بالمرام وبالذي نؤمل من حب وبالصرف من خير توكل يا إبليس بخدمتي بحق الذي خلقك من نار الساموم ووعدك إلى يوم الوقت المعلوم أجيب يا إبليس يا أبا مرة وفعل كذا وكذا فبللست كذا وكذا جليب كذا أو المال أو الكسوة أو الدراهم أو فلان إلى فلان أو فلان إلى فلان هكذا بحق طفيال طفيال كميال كميال دنيال دنيال هيل هيل إيل كهيش كهيش فهيش فهيش أجيب بحق الشامخ قوي ذي البطش الشديد الواحد عجل عجل ساعة ساعة والطلصم هو هذا انتبه جيدا يما الحروف يتكتب على الأشخاص كان المحبة ديرهم في الكبريد الأصفر وانتبه جيدا إلى الكبريد فإنه مضر أبعيده عنك في سطحين أو في خلاح حرقه عند الحرق اكتبه هذا بدون يصرف بدون عمار لا تصريف ولا إلا التحصين أما الإصراف لا تصريف فهو إن صرفتها مبحاروت ومعروت ياجوج ومياجوج أين أبو مر بالحروف مقطعة حروف مفرقة وتضع فيها ما أصست هنا حروف مقطعة وتضع فيها ما أصست و إلى درس مقبل فمحمد الشيخ محمد أبو حور يحبكم ويعطيكم فائدة هذا بالنسبة للذين لا يحفظون القرآن عليهم بالتحصين توكلوا على الله فإن أنت حصلت على خدمة أبو مرة فبارك الله فيك استعمله خدمه كما كان يخدمونه الأولياء والأنبياء كسليمان عليه السلام وغيرهم من الصالحين والأولياء ومن الشيوخ الواصلين غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمين وحفظكم الله ورعاكم بما حفظ به الذكر حكيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ويغفر الله لي ولكم ولمن قال آمين